اشتركوا في القناة بحلقة جديدة من سالون دي سيانس حلقتنا الليلة موضوع المضافات الغذائية لزا دي تيف المضافات الغذائية هي المواد المضافة الى الاطعمة للحفاظ عليها او تحسين سلامتها نظارتها طعمها ملمسها او مظهرها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو مسؤولة عن تقييم المخاطر على صحة الانسان من المضافات الغذائية يتم تنفيذ هذه التقييم من خبل مجموعة دولية ومستقلة من الخبراء العلميين فريق الخبراء المشترك بين منظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المضافات الغذائية يمكن استخدام المضافات الغذائية فقط التي خضعت لتقييم هذه الجمعيتين سنتعرف على المضافات الغذائية وما هي اضرارها مع الانسة ريت تعاون اخصائية التغذية والرياضة والزميلة في نادي العلوم والباحث أهلا وسهلا فيك دموزاريتا والباحث الدكتور إيدي سعيد استاذ محادر متفرغ في الجامعة اللبنانية متخصص بالشيمي موليكولار الالبورation دي صوريد من جامعة مونبوليه وحضرتك بكميتي دي بلاك فورم نانوسيانس ونانو تكنولوجيا وأيضا زميل فينادي العلوم أهلا وسهلا فيك دكتور إيدي أهلا والباحث الدكتور جورج رموز دكتوراء الكيمياء وبيولوجيا الصحة من تولوز فرنس وأستاذ محادر في الجامعة اللبنانية كلية الهندسة رومي قسم القيمويات والباتروكيمويات كمان بالليبانيز أمريكان يونيفرسيتي والأونيفرسيتي سان جوزيت وأيضا زميل فينادي العلوم أهلا وسهلا فيك دكتور جورج اليوم رح نحكي عن أنواع المضافات الغذائية معروف أنها مقصمة لعدة عائلات أو كاتيجوري خلينا ناخد فكرة أول شي شاملة عن هالمضافات من الناحية الكيميائية من شو مكونة من شو هيدو وتأثير على الصح بلش معي بلش معك إذا هي كيميائية بالنهاية إذا بدنا نقسم المواد الغذائية اللي عم نستهلكها بدنا ننتبه من المصدر للناتج الفينال الفاني البروداك إذا ما نبلش من الأول للآخر بدنا ننتبه على نوعية الأكل إذا نوعية منيحة ولا مش منيحة ممكن يكون فيه تلوث بس من المحل اللي جبنا فيه هيدا الأكل مش نحنا أضفنا هيدا التلوث هيدا مضاف من المزارع هيدا مضاف من المزارع مثل الأشياء اللي بتنحطنا الأسمي دي أو البستيسايدز وكل هولي هلا إذا ما نحكي نحنا بالبروستس من الأساس من الأول للآخر فينا نقول من الأول إذا كان الأكل ملوط بيكون ملوط وهذا الشيء ما بيغير فيه البروستس بعدين فيه عندنا شو ممكن الأكل يتعرض من خلال صناعة تصنيع تابعه لشو عم بيتعرضه إذا ممكن ينتج عنه مواد جديدة ما كانت موجودة قبل هون عم تحكي عن تلوث بالمصد مية بالمية ممكن هودا بعدنا شو ممكن يكون فيه اشياء مش حسب انه نحساب ممكن نحنا نزيد الأشياء اللي بدها تحسن نوع الأكل اللي بدها تخليه هدى أكتر اللي بنحكي شلف لايف أوكي يعني اللي بده يهدى على الرف أو بالتبريد فينا نزيد أشياء هلأ أكيد رح نفوت بتفاصيلهم شو ممكن نحسن بنوعيات الأكل أو المواد الغذائية اللي عم نخدون بالإضافة ما ننسى أنه هالمواد الغذائية عم نحطه نحنا ب باكتج باكتجينج بالأحرى هالباكتجينج معمول من شو؟ معمول من بلاستيك نايلون أتساترا وشو ممكن بعد أشياء تلوس زيادة بالإضافة للأشياء الكيميوية اللي نحنا ممكن نكون من معدن كمان معدن وغير أشياء مواد بس نحكي هلأ بس حدا كيميائي يحكي عن مواد عضوية نحنا مام نحكي عن مواد عضوية يعني مواد سيف مواد عضوية يعني أورجانيك والأورجانيك عنا بالشيمي بالكيميستري الأورجانيك ممكن يكون هايلي تاكسيك يعني كتير سام ومع أنه اليوم صارت مركة تجارية اليوم بيقلك هيدا أورجانيك هيدا بيو عضوية بس مواد عضوية مقلفة من كربون وإيدروجان وآزوت واتسترا ممكن نعمل فيها سام مانا نعمل فرق بين العضوية والأورجانيك مظبوط وهي والبيو هاي دولة نزمن نوضحها يعني أنه اليوم الفرق بين هالكاتيجورية هاي دولة لأنه اليوم عم تستعمل تستهلك كتير هيدا بيو هاي أورجانيك مظبوط بس بمفهوم البيو البيولوجيك لا هاليوم تجاريا ما مش بمفهوم العلمي متل ما عم بيحكي بيحكي دكتور إيدي الأورجانيك الأورجانيك مانا بالمفهوم اللي نحنا بناخدهن مظبوط جاريت بتوضح كمس لأن شعر كتير منيه مهمة اللي عم بتقولها لما نحكي نحنا الكيميائية نحكي عن أورجانيك عم بحكي بايو بايو مش اختصاصنا بس نحكي عن أورجانيك أورجانيك بس نحكي بالشيمي أورجانيك وشيمي مينيرال هن الأورجانيك اللي فيهن سي و ايتش و 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 صح فينا نعمل منهم كتير مواد فينا نعمل سنتتس لها مواد تكون سايف ما بتقزي و ممكن نعمل أخطر سم بمواد عضوية بقى مش نحكي بس نحكي مواد عضوية بركي لما بدنا نميز بينا وبين بالأكل الأشياء أورجانيك عضوي يعني غير مفابرك يعني ما ندخل عليه مواد كيميائية هذا أصلا بس نحكي النيوتريشن أكيد هلأ بموزار ريتا بتشددنا على هذا الموضوع لأنه بعتقد أكبر من مني ضليعة بهذا الأمور بس نحن ككيميكولز بس سوري بس نحكي عن مواد عضوية ننتبه أنه مواد عضوية اللي منشتغلها بالمختبر إنما المواد العضوية اللي مناكلون أورجانيك هنه غير شي نحكي فيهم أكيد بسياق الحلع اليوم تاب لكن نحن هلأ الأديتي في العمل حتى ومثل ما قلت إنه كمان في عالة إشياء كل شي أكل عالة إزايدة بده بالرد أو بده تعرارة معقيدة ليه ما يكون سخين اليوم ما لما بيت بتعلب بيصير بيصير صار فينا عقوات نحطوا بالرد دونك في شي دخل عليه لخليه ينحفظ هاودي هالأديتي في كلها هلأ منا نقصمون هني إلنا هني تقريبا خمس عيل أو كاتيجوري أكتر أكتر كمان أمانة أكتر هني الأساس خمسة متل ما حضرتك عم بتقول بس هلأ صار في إشياء جديدة عم بتقول أكيد أكيد إشياء جديدة هدي الأساس إشياء المنظمة للصحة العالمية المصممةوا واللي هني الكود تابعون بيباليش بأ دمان بأ عندك من ملاوينات ground أ注ругا هني الألوان الملونات أحدهم مواد الحافظة من الميتين بواقسhnlich أولا الأنايرautre وحب ما Savior يعني بتباليش المواد المضادة الأكسدة و الملمس بسهلا أكتر كب هاي دولي هالاشي هاي دولي منشوفهم دايماً كودات هاي دولي هن عادةً كودات لمواد كيميائية كودات مش يعني لمواد كيميائية فضلوا يحطوا كود على انه يحطوا اسم ما حدا راح يفهمه وبالنتيجة كمان واسم بتخوي اسم بتخوي اسم طويل بس انه الكود كمان ما حدا بيفهمه وما ان الكود انه ما يمكن ما حدا بيعرفوا ما حدا بيعرف انه هيدا هيداا الـ 100 مضر أو الـ 101 هو منيح هايفتي او كزا او العكسي يعني اذا هلا اكيد قصة الـ الفود سيفتي اكيد راح نحكي عانى بسياء الحلقة بس بفضل من الاساس نبلش نفقطون وحدة برا واحدة لأن كل واحدة من هالمضافات اللي عم نزيدهم على الأكل أكيد يمكن أنا بحكي عنهم بطريقة كيمائية أنه تركيبتهم شو وأكيد بترك المجالة الاختصاصية الزملاء يحكوا عنهم بطريقة أكيد مفصلة ما هذا اللي هون أنه نكون نحكي من الناحية الغذائية من ناحية البيوشيميك وشيميك إذا بدنا نحكي رح بلش معروف أنه اللي بنحكي عنه لأنه سكوب صارت الخبرية البرابان يعني البرابان البرابان أكتر شيء من نشوف أنه ما فيه برابان على الكوزماتيكس أشياء المستحضرات التجميل ما فيه برابان أو الجال دوش أو الأشياء اللي مستعملون بطريقة كوزماتيك بس ما ننسى أنه حتى البرابان يستعمل كمواد حافظة بقلب الأكل هلأ صاروا ممنوعين أكيد دكتور شورز بيعرف أكتر بالبرابان البنزويك أسد البنزويك أسد الأسيد بنزويك يعني اللي عادة بيستعملوه كفليفرينج أوقات كرميل يعطي طعمة سوريز أو طعمة الالمند طعمة اللوز بقى صحيح موجود هو الأسيد بنزويك بالسوريز وباللوز لأنه عم بيعطي طعمتهم بالنهاية بس نحن اللي عم نحطه بالأكل هنه مواد كيمائية يعني مصنعة بمختبر إذا بدنا نزيد كمان في صحيح بلا قطع من حديثك هي مصنعة بس حتى لو كانت مصنعة مش ضروري دايما تكون مئزية لا دا مظبوط هلأ إذا في حال بدنا نفندهم لها تنسهل على المستمع كيف يفهمهم قبل ما نفوت بالإجزامبلات المهمين اللي عم تحكي عنهم انت والهن مثل ما قلت سكوب أو ترندي صاروا يعني الملونات المواد الحافظة المواد اللي بتاعته طعم المواد اللي بتغير شكل الأكل بتزبط له شكله للأكل والمواد اللي بتحسن طعمة الأكل هو دي يعني هو دي اللي أنا أصمهم بهذا اللي أصدتم بالكاتيجورية لأنه العالم بياخدوا هلأ نوت إحنا هنه عم بيحضرونا بياخدوا نوت على الأسامة وبيصيروا ينبشوا عليهم ونمعهم حق يعملوا هاك بس بدوا يعرفوا كل واحدة شو بتعمل هادي اللي أصدتهم أنا بالعائلات الخمس واللي قلتوا عنهم إن صاروا أكتر يعني هن دولي فإذا بدأت نفندهم ونبدأ نحكي عن الألوان نبدأ بالألوان الفوت كولورانس متل الميك أفل للأكل الفوت كولورانس يعني بيعملوا هكذا الألوان كل شيء مثل تيزوا بالكستمر يخذه فمشاناك بيغيروا بالألوان بالطبع الأكل يعني متفيني أعتبروا الميك أفل أو تزيينة الأكل هو الفوت كولورانس وهلأ نحكي أكتر زيتال زانو لاتر آن وقتا تخلص مع دكتر آديس بالكولورانس يلي حضرتك حكيتون إنه من الألوان زيرو زيرو لالوان ناين 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 في منن ناتشرل كولورز يعني لما نحكي عن العقدة الصفرة أو نحكي عن بيتا كاروتين عم نحكي عن صفرة أو البتا كاروتين هؤدي ملونات طبيعية ممكن نزيدهم بالأكل وأكيد سيف 100% ما بيأسروا على الصحة ولا بيأزوا لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد هلأ مشكلتنا لما عم ينزيد ملونات وما أكتر الملونات خصوصة للولاد الصغار لما نشوفهم بالكنديز تا يجزبوا الولاد مثل ما قالت الموزاريتة قبل شوية إنه بدون يجزبوا للكاستمر وأكتر شي بينجزب بالألوان هن الولاد بقى مشان هيك منلاقي الكانديز كزالون وكل شي بيستهلكوا أصلاً لولاد وكل شي بيستهلكوا أكتر ملونات وللأسف يسمونهم هون البون شوز البون شوز لا يمكننا نستغني عنه وفي نهاية نحن أوقات من نستحلي بس مهم نعرف أن نضع حد للاستهلاك حد له هيدا الكمية ليس دايما الكمية الحد من الاستهلاك هيدا دايما هيدا ملاحظة إلتا دكتور إيدي مهمة إنه هي العملية إذا أكل مرة أو مرتين ومرة بالشهر وكذا هيدا منه هلقدي قصة يعني بس اللي عايشين عليهم هيدا الكترة نحن اللي عم نحكي عنه ونركز عليها حتى مش الكترة كمان حتى نوعيتهم كمان نوعية نوعية بدنا نرجع كمان نوضح شغلة صغيرة بالنسبة للملونات الطبيعية هلأ نحن اكتشفنا إنه هيدا موجود بنوع خضرة أو فواكه بيستخرجوا وبيستعملوا أو بيصنعوا مثله وبيستعملوا في حلان يابدوا يستخرجوا ويصنعوا أو بيزيدوا الفواكه مثل ما هي على الأكل تطلع تلوينتها تلوينة البرودوين فنال مثل لون الأكل أو بيصنعوا البرودوين ناتورال وبيرجعوا بيحطوا هون الفرق بس يقروا على الليبل هون صلحي إذا بغلت بس يقروا على الليبل بيكتبوا ايدو الكوران أو كولوران ناتورال شو يعني كولوران ناتورال يعني هاللون هيدا موجود بالجزر مثلا البتا كاروتان زيدين بتا كاروتان مش زيدين الفواكه ملونين فيه وهون الفرق بتصير لنه بس يرجع يتصنع ما بيتصنع وحده بيتصنع بس نزيده بنكون عم نزيد شي معه كمانا يعني هالثمانين بالمئة من هالبرودوين هو البتا كاروتان والعشرين بالمئة هنش بيشبه البتا كاروتان كمان اما ننتبه انه الاكومولاسيون طبعوله هون بيقزوا هود اللي بيقزوا صحيح وكمان بحب يزيد شغلي هو ليش عم نستعمل نحن الارتفوشل مازال نحن في عنا ناتشرال مازال في وحرية طبيعية اللي عم نستعمل اللي عم بيينجوا سنتاتيك لأنه الكوست أول شيء أحسنه للكوست لهيدا وبلس كمان كلمان ما بيضاينه الارتفوشل مازال ناتشرال ما بيضاين لوقت هوافر السنتاتيك الارتفوشل بيضاينه أكتر فمش ناكي بلتجوا العالم تيستعملون أكتر وإذا أنا بدي إيجي أقول إيه في عندهم خطط هلا في عنده دراسات كتير لقى كونتروفيرشل بتفرج منهم لقى مانهم مأزيين والفدي اي أبروفد يعني فود ان دراج أرمينيستيشن وفقت عليهم بس برده في عنده دراسات بالمقابل بتقول لقى دي آر كارسينوجينيك يعني عند بعله ريسك للكانسر وفي كمان دراسات بتقول إنه بيعملوا هايبر اكتيبيتي عند الولاد يعني بيزدوا لهم الاكتيبيتي بطل عنده التنشن انوف بيصيروا هيك كتير بطل ركزة صح بطل ركزة صح ليس كذلك نحن الارتفكشل سويتنرز سيسري الكلرانز لازم نكون نحن ننتبه عالكمية نحن نخذها لأنه إيه لحيكون ميبا عندهم سايد افكت إذن ذو إنه معترف فيهن هندي يارسي فكمان لازم نكون عم نشوف إنه في دراسات بتفرجي للعكس فأنا بدي إخد بالحذر ما فيه اتجنب هيدا الشيء إنه أعمل حالي ما قريته لا بدي اكون انا عم بعرف انه ايه معقول يأذوني حتى لو هنه افضي ايه افروف يعني شغلة كتير مهمة انه اليوم لانه ديما في دبا مش حنقول تناقض او ديما في تاز وانتيتاز لكل شي عم بنعطى فمشان هيك انا بدي اخد حذري ومش كل مرة هيدا ومرجع برجع بذكير انه الاكنوليش وابدي اعطي مثلا اذا كنتو عم بتقلوه وصارت عليه ضج كتير من سنة الماضي وان منع الكبيس اللفت اللبناني يظهر لبرات لبنان وعدد دول منعي لانه كان الكولوران كتير طبعهم احمر نحنا منعرف انه عالتا الكبيس اللفت بحطه شمندر طيعته اللون الاحمر يعني هاي دي شغلة طبيعية مية المية بس اذا منطلع نحنا من منقدر نميز منشوف اللفت اللي ملون طبيعيا بالشمندر واللفت هاي قديش بيكون النو ينصر او الاحمر اكتر عند الاشياء محتط له مواد ملونة مش طبيعية فبنا نكون كتير من تبهين لهالاشياء اللي عم نحكي عنا طب تنكفي نشوف مدى خطورة هالالوان يعني انه اليوم من ناحية البيوشيميك مثلا على تأثير على الصحة اليوم اذا بدي اقول لك بخبرك ان جنرال عن كل الفود اديتيف بس رح نرجع نذكرهم بسياء الحلقة مزبوط بس كل واحد واحده بس ده نحكي عن الكولوران دومازار ريتا سبقت وقالت انه بيخفف تركيز الولد يعني هيدا برودوي بيقدر الدماغ يستوعبه بسهولة يعني بيقطع الباريار ايماتو انسفاليك او البلد براين باريار بيقولولا اللي هي شبه موجودة منقول عنها منتخيلها موجودة لما الانسان طبيعيا بياخد دواء بيكون عنده واجع راس بيقطع الدواء من الدم على الراس بصح بسهولة مش هكين بيصدقوا على الدواء وبصير له نتيجة وهون هالكولوران الاتفيسيال اللي هم نحكي عنه بيقدروا يقطعوا من الدم على انخيع وبيقدروا يغيروا بالستركتور طبعا انخيع او يغيروا الميتابوليسم طبعا انخيع يعني بيغيروا كمية السكر الموجودة بيغيروا كمية الاتي باي اللي بيطلع على الدماغ او اللي بيستهلكها الدماغ ومع الوقت بيأثروا على الفورم طبع الدماغ وبيخلوا الشخص يخف من تركيزه اكتر يعني يمكن يأثر على النظر يمكن يأثر على السمع لانه الدماغ بدو يحاول قد ما فيه يعمل ريكابيتيولاسيون لهالاكتيفيتال عم تصير دونك بيصرف اكتر الجسم ومن هالناحية هيدا هالبرودويل ملون مش بس بدو يطلع على الدماغ بدو ينزل على الكبد نحنا بتعرف كل شي مناخد منه الكبد بيرجع بيوزعه بالجسم هالتلوين هيدا عنده صعوبة كتير كبيرة انه يظهر من الجسم من الكبد او اذا بدو يظهر بدو وقت كتير بدو ياخد وقت تنقل اكتر من شهر او شهران تيقدر يظهروا من الجسم كذلك الامر بيأثر على الكلاوي بيأثر على حتى تلوينة جسمنا بتأثر علي يمس ناخد البتا كاروتان او ناكل جزر وينزلوا العالم على البحر بيأكلوا كمية معينة من الجزر وبيغير لون شوي بلون البشرة بس يتعرضوا لاشعة الشمس بيغمق لون البشرة تبعهم عم تتأكسد البتا كاروتان بيتأكسد وهون التلوينة كمان اللي منستعملها للأكل ان كانت ناتورال اللي حكينا عننا باول الحلقة او مصنعة كمان معرضة للأكسدي وبيتغير شكلها بالجسم وهون الجسم بده يتأكلم معه ومن هون ورايح منبلش نحكي عن بس الجسم يتأكلم مع برودوي غريب بده نحكي عن الكنسر ما بدي كمان وصلك للدمان اللي احب على قلبي اللي هو الالزهايمرز ديزيز اللي هو كتير ريسك فاكتر طبعه جاي من الأكل ومن الفرود أداتيبز وأكتر شي من تلوينات الأكل لك كمان بيودي للديمانشيا للدمانس أو وعنده حالات بينت انه بيشارك بتقوية الريسك تبع يصير في الزهايمرز ديزيز ممكن هون ما بدي افتح البارانتاز يعني بس انه فينا نقول انه مدة الالومنيوم اليوم كتير مطروحة انه بتأدي لا في احتمالات كتير كبيرة الاتود بتبين انه في احتمالات ريسك فاكتر عالي كتير للالزهايمرز أعزائي المشاهدين برايك ومنتابع نحن بنقدر نتابع هلا حديثنا عزائي المشاهدين بعد هالبرايك الأصير مع دكتور ايدي اللي رح يكفي لنا التوضيح أكتر ما فينا اذا بدنا نجمع كل المواد اللي بتنزاد على المواد الغذائية اكيد ما بنخلص بعشر حلقات مشان هيك بدنا نعمل اي شوي نقص عليهم كلهم باختصار رح ننتقل هلا بس للمواد اللي بتنزاد انتي مايكروبيول اللي بتقتل البكتيريا والمايكروبز بقلب الاكل واجبارة اكيد ينزادوا لانه مطرح ما في مياه بقلب حيالله محل هايدي المياه اكيد هي عرضة انه تكون بقلبه بكتيريا والبكتيريا تتكاتر مشان هيكي الاكل هو اكتر شي في مي وهيدي الماي اكيد ممكن تساعد انه البكتيريا تتكاتر ويصير في عفونة اكتر ساعتها من كب الاكل بوقت اقل تنستعمل هالاكل او تنربح هالمواد الغذائية على رف لفترة اطول دونك اجبارة نزيد انتي مايكروبيول تيهدوا اكتر هلا لأكتر شي يستعمل هني رح بلش فيهم نيتريت ونيتريت نيترات والنيتريت وبينقالوا بالعربي كمان بنفس اللوها اكتر شي يستعملوا باللحوم المقددة يعني كل شي ما توغذوني يا جماعة بس شاركو تري فيهم نيترات وفيهم نيتريت مشكلتهم مش بالنيترات ونيتريت اكيد بيقتروا البكتيريا بس مشكلتهم انه بيتفاعلوا مع الاسيد اميني يلي هني المواد يلي بتنتج عن تفكك البروتينز وممكن بالمعدة يلي البي ايج تبعها يعني الاسيد تبعها عالي يتحولوا لنيتروزامين نيتروزامين اكيد رح قلو لزميلي دكتور جورجي قلنا شو بيعمل دايريكت لنيتروزامين بده يقزي الكلوي الكلاوي كارسينوجينيك اول شي يعني شغل كتير خطرة يعني عم نحكي عن كدني فيلر عم نحكي عن مواد مصرطنة وهني وهني اول تعطيل الكلوي يعني خلص عندك حالات تسمم هائلة بعدين اذا بتوصل لحالات تسمم هالجسم ما بقى عم يشتغل مظبوط يعني بنا نوصل لشي اللي هو الاسمه الكانسر اذا بدنا نكمل شوي ابعد بنزاد احماض معينة اوكي اسدس هالاسدس رح نبلش بالفوسفاريك اسد يلي بزيدوه تيزيد حمودة المشروبات الغازية بعتقد كان في حلقة سابقة عن مشروبات مشكلته الفوسفاريك اسد انه عم بفوت فوسفور على الجسم الجسم تيتخلص من الفوسفار بيتخلص معه للفوسفار من كالسيوم بقى منوصل لمراحل استيوبروز مش طبيعية لانه جسمنا صحيح عم بيتخلص من الفوسفار بس مع الفوسفار عم بيتخلص من الكالسيوم انا بحب بعد نتريت والنيتريت اوكي اوكي هنه هيدول يزيدوه متل ما قلنا على البروسس ميت كامال اللون كمان تبعه يستير احلى بيزيدوه للون بس بدى اذكر النيتريتس موجودين كمان بالاكل العادي يعني مثلا بالاسبانيخ او بالسلري بس هيدول النيتريتس بس هيدول النيتريتس لانه موجودين مع اضر الكمباون مثل الفيتامين سي ما بقى خلونه يتحولون لنيترازامين فانا هم بيؤذون اذا انا كتعم بيخدوه من الاكل الطبيعي بس اذا كتعم بيخدوه من البروسس ميت البيكن السلامي الكلشي المرتدال والجانبون هيدوله كلهم فيون ومشان هيكم نعرف مشان هيدول هنه السبب للونه بيضل لرغم انه انطبخوا بيضل لونه زهر حلو بدي الفت نظر دكتور ايدي بدي الفت نظر دكتور ايدي انه يرايت كمانا بتقلنا هالالوان اللي منشوفها بالشاركوتري ليش عم تنزاد هالنيترات والنيتريت وهالالالوان اللي عم نشوفها بالجانبون يعني عندك هاللون الزهر الحلو كتير هاللون الزهر المش حلو البشع الفاتح الغيمة ايات طبيعي ايه فينا كيف فينا نفوت ونميز كمانا حضرتك بتساعدينه كيف فينا نميز بهالانواع الجانبون اياها من نقف كيمائيا كيمائيا الالوان الفائعة هي الالوان اللي ما ننسى انه اللي عم ناكله هو لحمة يعني في شي عنا اسمه مايو جلوبين هالمايو جلوبين عادة انت تعطينا لون احمر لون اللحم العادية هي بده تكون مأكسدي اوكي يعني ام بي او تو لما بيجي نيتروزو ان او اوكي من وراء النيتريت والنيترات بيقعد محل الاكسيجان عم بيعطينا هيدا اللون اللي مفترض يكون احمر عم بيعطيه غير لون يلي هو الزهري اللون الفائع لون البورب بس مشكلته مش انه عطلون مشكلته بعدين الميتابوليزم طبعه يعني لما منعمل هال الهضم عملية الهضم ومنفكك البروتينات عم نفكك معهم كل شي وهونيك المشكلة شو عم نعمل ابزورجون بقلب بدي زعبر عليك واحكي بغير طريقة كمانا لما بتشوف الجنبون عبين قص بتشوف العلبة بتدلة هي زيتا لونة زهر تتخلص ما بيتغير لونة معناتها عم بينزاد شي بعد طي هدي اللون مزبوط فيها يعني الكمية اللي عم بتكون موجودة هائلة والنوعية اللحمة اللي عم تكلها هي منها عن جد جنبون هي نوع من الدهون العالية النسبة بقلبها البلوك جنبون اللي عم بيتلون وعم بينزاد عليه برودويت بيعطي طعمة الجنبون وعم بينقص وعم بينبيع لك هوني مشين هيك يعني بيسألوا ما عليش ما نروح شوي شعبوية ما ننسأل ونقول جنبون إذا للأكل ولا للطبخ وكله دهون مشبعة دايما بيسألوا هاي بها يعني ما نحن نحن لغة العالم هاي شو الفرق بين الجنبون للأكل ولا للطبخ ما عندهم بالنتيجة نعنتهم للأكل صاروا نعنتهم للأكل بس واحد مطبوخ واحد مش مطبوخ ليش بس شو الفرق بين بعضهم كمية الدهون اللي محطوطة بقلب صحيح كمية الدهون لأنه بيبقى بلوك دهني متل ما هو مصبوخ منعطى طعمة ومحطوط فيه مواد حافظة طي يضل يضل شكله الخارجي اللي هو التكستور أو تكستور يضل شكله الخارجي هو ذاته وينباع بالأسعار اللي منشوفها عن جد واطيه لوكوس طيب وهيدا هل شو مادة تأثيره اذا اكلته النايله للطبخ اكلته ناي يعني مش مدي قول بالني يعني من دون طبخ يعني هيدا هون مادة تأثير هادلونا هيدا هون مادة تأثير هادلونا هيدا هون مشبع المؤذية كمية عالية كمية عالية سحح هيدا بتعلي الLDL وتعليلنا Triglyceride سحح هيدا بتتخبرينا مفترض شو وضع هاددهون شو بده يصير فينا نور هاددهون هيدا هيدا هالم دهون الموجودين بقلب ال выбords هيدو لي التبه النور بيبا ساتوريتتضفاتي أواسيد كونه نحنا منين يعني هنال من الدهون مشبع يعني هون الضوون المشبعه هي بتأزيني ما بتفيدني تأزيني بشكل انه بتعليل على الد على ما فينا الليلة وهو الكوليسترول المئزل مش منيح بجسمي ما في انا اقول انه ما بيأثر لأ زعلتلي الLDL يعني بتعملي بتعليل رسفة يصير في عندي بلاك بالبلود فاسل السبعي بيسكر لاتر اون البلود فاسل وبيصير في عندي مشاكل ضغط وبيصير في عندي مشاكل بالقلب سوه عم بحكي عن مده الطويل ما عم بحكي عن مده الأسير كله هيدا عمده طويل وكمان بتأذيلي بالهلأ في دراسيت بتفرجة انه هي بتاعة بتوتمت رجل السريد وبتعلم الHDL بس انا ما فيه غد بالنظر انه هي كمان بتعليل LDL يعني اوكي بتفيدني يمكن دهون المشبعة بتفيدني بمال انه بتعليلي الجود كل السريد اللي هو الHDL وبتوطيلة رجل السريد وهدول الدراسات هلأ جديدة بس بتعليلي بالمقابل الLDL وانا هون عند مشكلة عن الحبرية ما فينا نحن مفترض الرايشيو حسب معلومات الرايشيو يلي هو الفركسيون بين LDL وHDL لازم يكون دايماً الHDL هو أعلى لهم هاي دنسيتي لايبو بروتينز ولو دنسيتي لايبو بروتينز يعني فيهم بروتين اكتر هاي دنسيتي وفيهم بروتينز أقل يلي هني لو دنسيتي وهن اللي خطرين هلا يمكن حكينا كتير عن الوين بعتقد لازم ننقل شوي لازم نكمل لانه لا نقدر شوي نوضح للمشاهدين بعتقد امالسيفايرز امالسيفايرز هنه مواد تزاد على طبخة معينة او على احنا منقول على 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 ري اكشن كرميل يصير فيه تجانس بين المواد اللي بتحب المي والمواد اللي ما بتحب المي يعني كأنه عم نعمل شي من سميه ماي سعب يعني عم تحكي كأنك عم تعمل صبون بالنهاية صحيح يعني لما منزيد نحنا مثلا رح نعطي الاكزامبل اللي هو شائع اكتر شيء اللي ستين او السفار البيضة السفار البيضة نحنا اجمالا المايونيز ما منشتريه انا بالنسبة الله اللي انا ما بشتريه من السوق بعمله بالبيت صح بكتجيب السفار البيضة بتستعمله هو كامل سيفاير تيعمل لك هالخلطة اللي بتعطيك هاللون الاصفر مش الابيض اللي منشوفه بقلب المجامع المايونيز نشوفه بالسوبرماتر قد ما منزيد عليهم استابيليزر منزيد عليهم تلوين منزيد عليهم الطعمة الفلايفر شان هيك بيعطي اللون الابيض بعدنا بسياء الموضوع اللي عم نحكي عنه كل مرة منسمي برودوي عم نحكي عنه منسمي معه هال الاداتف او هالموضافات اللي عم نزيدهم علي تيضله شكله مزبوط يعني علبة المايونيز تفتحها على الجمعتان بتضل شكله هي ذاته ما بيتغير لونه ما بيتغير شكله ما بيتغير شيء وما بتفصل يعني منزيد عليها كميات هائلة من الليستين وهيدا متل ما بيقول الدكتور ادي هو لتجانس اثنين برودوي واحد مع المي واحد ما بيحب المي هلأ انواعه بتتغير فيها تكون مواد مصنعة اللي هي اكيد ارخص من المواد الطبيعية ومنرجع لذات الحديث اللي هو من السماء اللي هو فيتامين سيد فيتامين سيد اصيد اسكوربيك انا بقول بس تفسير شوي شو يعني مضاد للاكسا دي يعني هو بيحافظ على الخلية عنا بالجسم لان انا في عندي كتير اسس بجسم بتجري بتتحارب هدول الخلية الفيتامين سي وغيرها فيتامين اي كمان انتا اكسيدنت وفيتامين اي وحتى في عندي السيلانيوم اللي هو المعدن وفي عندي غيرهم كمان هن انتا اكسيدنت كم اكلهم انا بحاربوا هيدولي متل كان فيقول منسترز او الوحوش اللي عم بحاربوا الخلية سو انا بكون عم بحافظ على الخلية طبعي بمجدد ما كنا عم باكل بس هيدا اللي عم تحكين ايه هيدا بحال كان عم باخد انتا اكسيدان طبيعي طبيعي بالاكل 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 اللي هو موجود بالحامض بالاكل شو بيصير الاكل اللي عندك مثلا هالبرودويل عم بتجيبو بدو يتاكسد ان كان بالضو او بالاكل او بالهوى او بالاكسيجان او اللي راديكوليبر اللي منحكي عنهم اللي هن بجيو من البوليسيوم من الدخنة الى اخره هو دي باكسدوا الاكل نحنا نجيب شي يضحي بحاله قدام الاكل منزيد علي هالمضادات الاكسادة بتصير الاكسادة كلها سوى موزعة بين الاكل هون عم تحكي عن مضادات الاكسادة الانتاكسيدة لهن منهم طبيعيه المصنعين كميائيه بغض النظر بيكون الفيتامين سي بس هلأ نحنا عم نحكي عن الفيتامين سي على الفيتامين سي بالحال الطبيعيه بالحال الطبيعيه بيعطيك المثل الشائع كمانه بس نجيب حبة افوكا ونقصه منحط عليها شوية حامض ما بيتغير لونه ليش لانه اللب تبع الافوكا ما عاد يتأكسد او في شي عم بيتأكسد عنه منشان ما يتغير لونه يسمون اكسجين سكافنجر يلي هنه ينبشوا على الاكسجان يلي ممكن يأكسد الاكل مش عن الفري راديكل لانه في كذا نوع اكسدي شغلتون بس ياخدوا هيدا الاكسجين هلا المشكلتون انه هيك انواع مواد يعني عرح نرجع على قصة الارغانيك برودكتس يلي نحنا بنعملهم بالمختبر وبهالحالة يلي بياخدوا الاكسجين عم بيتأكسدوا تيصيروا هني ضارين عم بيحموا الاكل بس هني عم بيحموا الاكل بس هني عم بيتأكسدوا اللي يصيروا مأكسدين والاكسدة طبعهم راح تقزينا قلنا كمواد عضوية زيادة في عنا معادن بتكون بتساعد بالاكسدة ممكن نزيد كليتينج ايجنت يلي هنه مثل الـ EDTA اتيلان ديامين تترااستيك هودي شغلتون يحبسوا لهالمعادن تا يبعدوا ضرره عن المأكلات يعني انتما يعودوا يأكسدوا هودي مشكلتون انه عم نرجع عم نحط مواد كيمائية المواد كيمائية متل ما بتعمل بالاشياء الموجودة ممكن تقزي الاكل بتعملهم فينا صح لانه نحنا برجع بذكر انه جسمنا هو جسم كتير كومبلكس يعني اذا منفكر بـ 1 بيكوميتر شو في عنا اشياء بهالبيكوميتر الصغير ديس مواندول منخوت لانه لانه في عنا معامل اشياء بقلب جسمنا ومننسى الشغل انه كمان جسمنا هو مكون من خلايا ومن اشياء طبيعية شبيهة ومتقاربة بالمواد الغذائية اللي نحنا عم نكلها بيبنميين متل اللحمة متل الكل شيء دونك متل ما رح يعمل الانتي اكسيدان او اي برودوية بنضيفة على المواد الغذائية رح تعمل نفس الشيء بجسمنا هلا مشكلتنا الاساسية اكيد بدون يصلحولي الزمله لما بنحكي مضاد اكسده يعني الاكسده اللي عم بتصير انا بجسم من ورا اكل او من ورا تلوص متل ما تفضلوا حكي دكتور جورج هيدا التلوص عم بفوت على جسم كرمال يقزي الخلايا وبيقزي الخلايا انه بيعمل تشين ري اكشن يعني من 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 موليكيول لموليكيول 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 لانه اذا بدي ارجع على الخلية الخلية معمولة من لبيد من برا لبيد يعني دهون وهي الدهون اول شيء بتتأكسد من ورا البوليوشن اذا تأكسده تتفتح بتبطل تمرق اللي بديه وما تمرق اللي بديه وما تمرق اللي بديه ساعتا بسافي عنا مشكلة جوة يلي هي موتاسيون جينيتيك او كنسر او كنسر او كنسر او كنسر او مية بالمية نظبط خلينا نرجع نتابع بالهدولة اذا ما في شيء تعليقات بعد نضيفة على الانون اتر ايدي من تابع في شغلي ممكن نستعملون تنبعد عن استعمال الكيمويات يعني قد ما فينا ناكل اشياء فرش واذا بدنا نزيد مضادات للأكسده ونحنا ناخد مضادات الأكسده لألنا احلى مضاد الأكسده هو بالهربس and spices مظبوط مظبوط بس حتى بالفروتس وفاتشتوبلز صحيح لانوان كمان كمان الفروتس غير حتى بالفروتس بس كمان وبمع مضادات وakil وخصوصاً نحن يستهلكه كثيره في ل masa اليوم في البحرات يستطيع المناسبة بالحرق وحدد الصفر والحرل والحدد والحرم نحن العائم انه كله يهوا كثير مهم نحن ت στην MK ظه perpetเถال اهم شيء للهولى النقطة العائمة هو الزواج، الثوم، لعقد السفرة، الخضرة والفواكل، لأنه فيهم فيتامين C و A، وحتى الزيوت لأنه فيهم فيتامين E، الزواج، لذلك كلهم عاليين بالأنتائي لكي أكلنا مفروض يكون متنوع، صح، وفرش، وفرش، بشدد على فرش لأنه صرنا عايشين بنمط حياة تكمل عليك ليش فرش؟ تم يكون زايدين عليها فنرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا مضبوط لحتى نجرب نهرب من الأدو عظيم، تنتابع بعد هلأ بالكاتجوري ممكن هاي الثالثة عم نحكي عنا في شغلة في مضاعف النكهات ما أعرف شو شو يلي هني الـ IMP, AMP, GMP MSG نحنا نسمعين بالMSG أوكي؟ المونسوديوم غلوتاميت المونسوديوم غلوتاميت بينزاد هو ناتشوري اللي موجود المونسوديوم غلوتاميت موجود بكل لحوم ودجاج وسمك وحتى موجود بشوية خضرة مشكلته إنه هو كومبايند مع شيء اسمه IMP يلي هو إينوذينات مونوفوسفيت هو دي اتنيناتون بس يكونوا موجودين مع بعضون وبيعطوا الطعمة الحلوة للجاج أو للحمة أو نتبه على كلمة حلوة الطعمة الطيبة طيبة 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 هون مثل ما حضرتك عم بتقول هاي بتزيد طعمة اللحمة بتقوي طعمة اللحمة يعني فينا نزيدها على كمية معينة من اللحمة اللي بنعملها مثلا لحمة البرجر ليش منقول بهال الريستورانات اللي بنروح عليها ليش هالبرجر طيب البيت ما فيها طعمة طيب ما أحسن نروح نأكل بالريستوران ليش؟ كمية الدهوم تبقى عالية فيها اللحمة وكمية البروتين أو اللحمة العادية بتبقى واطية لانه بدي يوفره الجماعة بيزيدوا عليها الـ MSG مع الـ IMP تطلع نكهة اللحمة قوية وبقولوا بتزيد الطعمة 16 مرة 16 مرة عم من قوي طعمة هالمنتج وشو هي مساوقه هالـ مونو سوديوم جلوتاميت يعني أحادي سوديوم الجلوتاميت يلي وينما كان منشوفهم هلأ حتى بالمعلبات أو حتى حتى على المايونات بكل شيء محتوى مسجي 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 مشكلته هو الميتابوليسن طبعه رح نرجع على الميتابوليسن بعتقد حكيتو عن المحليات مرت الماضي بالـ الـ رح نرجع على الـ 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 ماتل الموضو سوديوم جلوتاميت مشكلته الأساسية أنه نحن عم نفوت بسموه نكزينو باياتكس مضبوط؟ بسموه نكزينو باياتكس بسموه نكزينو باياتكس باياتكس الـ 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 الاسيد اسبارتيك الـ الاسيد اسبارتيك اللي هنه موجودين كاسيد أميني بقلب اللحمة و بقلب جسمنا يعني عم نحاول نشبهن لشيء مثل عم نغش جسمنا تنقدر بالـ بالميتابوليسم يعني هون بدي يرجع يشتغل شغله بدي يتأكلم مع هالبرودويل موجود تيرجع يضيهر لنا متابوليسم جديد يعني يمكن يبطئ الميتابوليسم أو يمكن يعلّي الميتابوليسم أو يمكن يعلّي تخزين السكر عندنا وهو من أكتر الحالات لأنه الجلوتاميت هو بيمشي بعدة مطارح إن كان عم نحكي بالبيوشيمية طبع الغلوكوز أو منحكي البيوشيمية طبع الليبيد وخصوصة البيوشيمية طبع الأوراة اللي هي بتعرف مثل ما توخزني بهالكلمة مع احترامي للمهنة زبال جسمنا بلملنا تلشي أمونيا وبكبة هو عضو فعال كتير للأورية للأورية يعني نحكي بدرجة أولى الكبد بده ينتزع مع الأكمولاسيون طبع هال MSG عندنا الكلاوي وعندنا الشي مهم كتير اللي بيودي للأوبازيتي جدا 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 رماركابل كمية الأوبازيتي اللي عم تطلع من وراء الأدميسيون طبع هال MSG دونك إذا منحكي كبد أو بانكريا بانكرياتيتس أو كلاوي يعني صراحة ما بقى في شي يعني كتير خطرة برأيي يمكن أولي كريتة إذا تلمح أنت متخصصة بالتغذية والرياضة رياضة ممكن تفيدنا أن نريح جسمنا منها السموم قدي بتساعد من MSG من عم نحكي بشكل عام أكيد وهو دي إنكلودينج المواد اللي رح نحكي عنهم أو اللي حكينا عنهم لأنه بعتقد صار الوقت مدهمنا بس عارفينة بعد معنا وقت هي الرياضة عندها كتير منفتس عندها كتير منفتس عندها كتير منفتين إذا بذي سميوا ما بخلص لبكرة بس بشو بتدهر لي من جسمي يعني بتدهر لي هي العرق إذا بدي قول من جسمي اللي هو ملين بقلب الأسس اللي أنا بدي يكون عم ظهرها مثل السوديوم أو مثل كل شيء زيادة إلكترولايت أنا مش عايزيتهم بظهرن بس ما بيداهر لي السم معي من جسمي يعني أنا وقتا أتمرن ما بكون عم ظهر MSG أو عم ظهر شي تاني أنا عم باكله صحيح عم بتمرن عم بستفيد عم بضعف يمكن عم بأول عدل طبعي عم بعت لنفسيتي شي حلو عم ظهر زيادة السوديوم من جسمي عم بساعة حالة بكتير أسس بس مازلت تكلمت أكثر على يعني عم نظهر بالسبور اللي عم نعملو عم نظهر السموم الطبيعية اللي هي طبيعياً موجودة من جسمنا بفبريكة جسمنا وبظاهرة بس السموم اللي عم تتراكم بجسمنا هايدي عم ضلت تتراكم مشان هيك رح ترجع تبين على المدى الطبيعي يعني مش مصنعة وتنزاد على الأكل بس تفوت على الجسم هالجسم بدي يصير أولاً عنده صعوبة يلغيها من جسمنا عنده صعوبة يلغيها ويظهرها تاني شي إذا ما قدر يظهرها أو الكمية اللي بيقدر يلغيها كمية الباقية بدي يتأقلم معها وبس يتأقلم معها فانيتا بدي يغير بالبيوشيمية والميتابوليسم تابعولو من هون منولد هالخلايا السرطانية منسميها السرطانية اللي هي منى إلا خلايا تعودت على كمية البرودويل اللي فاتت على جسمنا هايدي هيش عالي كتير مهمة بهالدقايق الأخيرة من هالحلقة عم بديهمنا الوقت اللي عم نحكي عم نحكي إشي علمية وحلوة ومثل ما قلت دكتور إيدي إنه لنحكي عن كله وبالتفاصيل بدنا حلقات حلقات ومش هنقصير رح نضل نعطي معلومات قيمة عن مثلها حلق الموضوع بحب ذكر إنه كل المواد الاستهلكي اللي عم نستهلكها هي مواد متل ما ذكرت بالأول محتوطة بباكيجينج يعني محتوطة بتغليفة معينة إن كانت تغليفة معدنية أو تغليفة بلاستيكية أو تغليفة شو ما كانت تغليفة من أي نوع هايدي التغليفة شئنا أم أبينا عم بتكب نوعية كمية يمكن صغيرة بس عم بتكب كمية كيمويات من شي منسميه ميجريشن ميجريشن يعني هال الباكيجينج قسم منه لأنه الأكل اللي بقلبه فيه مي وفيه زيوت هالمي وهالزيوت بدون يفوتوا بقلب الشبكة إذا بدك اللي محوططون وياخدوا كم شغلة أبدا منهم محبوبين بقهوضة بزيدهم بس بهالحالة مش نحنا عم نزيدهم على الأكل بهالحالة عم بينزيدوا تلقائيا قدين نثبتون باعتقد بعضها أقل من تراشولد ياللي ممكن ندق فيه نقوص الخطر بس بالنهاية عم نزيد كيمويات على كيمويات وما بعرف إذا ريتوا عنا ليتلي عم بيعملوا إرادية للأكل أكيدة للأكل إرادية يعني ما ننسى أنه ممكن يكونوا عم بيحطوا جامع رايز أو بتا رايز أو إيبن أكس رايز هلأ إجمالا بس يعملوا إرادية بيروحوا على اليو في يو في رايز أو الأنفرارد ليش بيعملوا إرادية هم هيكلو ماذا يشيلوا إيه تايشيلوا البكتيريا طي بطلوا يستهلكوا أنتي بكتيريال وأنتي فانجي وإشياء هيكين ميتين واربع وخمسين نانومتر عادة بس بس المشكلة أنه أوقات عم بيستعملوا جامع رايز وأكس رايز وهون المشكلة وهون من خاف شو عم بيبقى بالأكل عم بيتحول الأكل طيب هلأ اليوم نحنا هيدول مثل ما كان عم بيقول دكتور قادي إنه هيدول مثل المعادين وكلها بترجع بتفوت على الأكل على الأكل مش نحنا حطينا هي عم بتفوت لوحدة تلقائيا اليوم عم بنحط كمان مواد حتى تمنع هالتفاعل بين الحديد واللي كذا ما بعف إذا عم قديش عم تنحط أو الحديد بين الحديد والأكل عم بيحط بلاستيك عم بيحط بلاستيك يعني هيدا الفيلم اللي ملاقي بقلب المعالبات هو بلاستيك مزبوط يمنع تأكسد الحديد من الأكل اللي موجود بقلبه طيب إذا عم بيمنع تأكسد كتير منيح منع التأكسد عن الحديد يعني منع تأكسد عن الأكل بس هو هو معمول من شوق من مواد هو بين الأحد عشر والأربعة عشر سنة يعني عمر البلوغ سن البلوغ البلوغ سن البلوغ يعني الفترة التهنمو يشغل كتير مهمة وهم ممكن تأثر على الأجيال القادمة يعني وبالبلاستيك في شيء اسمه بيسفنول اي او بي بي اي بي بي اي كطلت ثلاث كمان ثلاث صح نفس الشيء هنا اي 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 ايو يقولي يعني ما هو فلقى إذا موجودين هنا بكل شيء بلاستيك حتى في بي 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 باتلز طبع أني بايات الصغار البيبرون موجودين حتى في الماء يمكن منلقى بي 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 اي اس ويعم هذا الأسف للأسف بنا نواجد في عدة عدة علي بنهاية الحلقة كلمة أخيرة دكتور إي دي أتمنى أن المشاهدين لا يكون لديهم تعليقات عن ما نوقف نأكل كل شيء مصنع. في النهاية نحن نعيشون بنامط حياة كثير سريع. وبحاجة من وقت لوقت نستعمل مواد غذائية مصنعة. لا أقول لا. لكن ننتبه على الكمية. لأن الإفراط من هذه المواد نزيد مواد كيميوية على جسمنا. وجسمنا مثل ما تفضل وقال دكتور جورج قده بده يلحق يعمل فلترايشن ورا فلترايشن. ما عم يبقوا عم يتخزنوا وان بدنا نروح فيهم. أكيد نصيحة يلي بيقدر يأكل فراش يقدر يأكل فراش. وقدنا فيه خفف. وكمان بيقدر يحمي حاله من المواد اللي عم ناكلهم بس ناكل إشياء فراش إن كان خضرة أو فواكة. أو مثل ما ذكرنا البهارات والأعشاب. هو ده إشي عم بتزيد لنا مناع على جسمنا عم بتزيد لنا قوة لجسمنا تنكافح. باركي هلأ كمان تختم لنا كماش كلمة أخيرة دكتور جورج. أستاذ أنتوان بدي بس زيت شغلي يمكن عني طاق واسع. لهو. عني طاق واسع بس بمختصر. بمختصر. نحن بلبنان في عنا نورم لها البرودوية اللي عم نزيدها على الأكل. يعني في عنا كميات محددة وأنواع محددة الدولة بتوافق تزيدها. هذي بش من نتيجة بس المنظمة العالمية الفاو وكذا. نحن بلبنان في عنا أسامة منستعملهم. مثل تنقول برودوية منزيده على اللبنة تما يطلع باللبنة شامبينيون. في عنا واحد بس مسموح نزيده على اللبنة. إذا استعملنا واحد تاني بيطلع شخص على التلفزيون بيقول أنه نحن عم نعمل سرطان للعالم. بنا نفهم شغلي أنه النورم في لبنان عنا. منا أبديتد. منا محطوطة بالوقت المعين تنقدر نفوت بالنظام العالمي. يعني منا نقوي اقتصادنا لازم نسير من مستوى الناس وديكين. يعني بنا نعمل شيء اسمه أبديتينج للنورم اللي هي اللبنور. يعني بترجع رسالة سريعة للوزارات المعنية أنه تعمل أبديت للليبنور. للأديتي في الانتستامة. مادام دموزاريتا. أنا بدي أنصح الكل. بدل ما يأخذ بروساس ميت يأخذ فراش ميت. بدل ما يأخذ شيء معلب يأخذ شيء طبيعي فلاش. بدل ما يأخذ شيء يحطه ببلاستيك يأخذه بأزاز. بأزاز أحسن. نتعامل أشياء بعيدة عن المواد الكيمائية قدر المساطع. أنا بدي أتشكركم الزملاء. وإذا لاحظتوا اليوم أعزائي المشاهدين. كانوا مش بس مشاركين بالأجوبة. مشاركيني كمان بالأسئلة. لأنه كلنا سوى تشاركنا ككلوب دي سيانس بالإعداد. لحل حلقة مثل العادة. أنا بدي أتشارككم الزملاء. إذا لازم تشكر الزملاء وأصدقائي. بكلوب دي سيانس. على هالحلقة القيمة والمعلومات القيمة. لو أننا أعطيناها بطريقة كثير مقتضبة. لضيق الوقت ساعة ما بتكفي وحلقة ما بتكفي. بس نوعدكم إنه راح نتابع بحملتنا حملات التوعية من كلوب دي سيانس. بسالون دي سيانس على مريم تيفي. وإلى اللقاء بحلقة قادمة. موسيقى 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 اشتركوا في القناة